من دعائه عليه السلام إذا عرضت له مهمة أو نزلت به ملمة وعند الكرب اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاري ويا من يفأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفراج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزلني يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم به ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدرا لما أورادت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلاقت ولا مظلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنيلني حسن النظر فيما شكاوت وأبقني حلاوة الصنعي فيما سألت وهب لي من لدنك رحمتا وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نجل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي همى وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين